الرعاية الاجتماعية الحقيقة هذا الموضوع برضو اهتمت الدولة به مع اسلاح اقتصادي وعارفين تبعاته كان اهتمام شديد جدا بالرعاية الاجتماعية كان انفق اكتر من 200 و 3 مليار على كل اوجه الرعاية الاجتماعية ولكن عايز اقف هنا والقى الدوق على تكافل وكرامة هذا البرنامج بدأنا في 2014 بواحد و 7 من 10 مليون أسرة احنا تجاوزنا ال 5 مليون أسرة النسب الموازنة التي كانت مخصصة لها 3 و 7 من 10 احنا نتكلم الآن في 31 مليار لماذا؟ لأن مع عدد السكان الذي يزيد ونسب الأسر التي دائما عارفين انها في حدود 20% 25% نسب أسر احتياج كان لازم العدد يتضاعف وبالتالي لازم المخصصات يتضاعف والدولة ربطها بأعمال عملية تنمية لزيادة التعليم ومنع التصارب من التعليم والصحة وكل شيء مربوط ليس فقط ان انا بدي الفلوس ولكن مربوط بمستهدفات محددة اجمال الانفاق الحكومي على الدعم والمنح والمزال الاجتماعية السنة التي فاتت في موازنة السنة التي انتهت بلغ 443 مليار جنيه الخبز والتموين انا بس حابب اضع هذه الارقام الخبز كان 18 مليار في 2014 السنة التي فاتت 91 مليار الدولة المصرية تحملت لما كان رغيف الخبز لا تجاوز تكلفته في 2014 28 قرش والنهاردة تكلفت رغيف الخبز جنيه ومازال بيباع بنفس سعره وبالعكس مش فقط على اياريت كان حتى بنفس العدد احنا بنشوف النهاردة الزيادة اللي وصلنا ان احنا للخبز 70 مليون او 71 مليون مواطن والتموين 62 مليون واده المخصصات بتاع التموين من 13 ل 36 مليار مع تطوير كل مكاتب التموين والمجمعات والمنافذ لان ما كانش ينفع انها تفضل بالمستوى المتردي اللي كان موجود عليه في الشباب والرياضة والثقافة زملائي الوزراء عرضوا وشوفنا قدقية تطوير بتاعة البنية الاساسية والبرامج اللي بتتعامل للشباب والثقافة وحجم المشروعات اللي اتنفزت وعرضوها السيدة الوزراء في الاسماعيلية لكن احنا حبيت بس استعرض معاك وبعض الثور ويأتي الاهم مشروع وانا بقولها بمنتهى الامانة لو ما تعملش حاجة في الدولة كل اللي فات ده ما تعملش وعملنا المشروع ده بس كفاية على سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر شكرا